صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا يا غريب يا مظلوم كربلة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منع وبالركن والتعريف والجمرات ديار عليين والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفناتي يا القبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محلو وقبر بباخمرى لدى الغرباتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفاتي بعد قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفراتي برد المدينة روض وبغداد فيها روض روض ولا بلد نزلوها إلا وصارت روح وأنتي عليهم فاستي بالجثة المرضو برد المدينة برد المدينة لا بلد نزلوها إلا وأنتي عليهم فاستي وأنتي عليهم فاستي بالجثة المرضو وأنتي عليهم فاستي بجسم تضمن أنتي أبداً فلا يتحاسي بكل من نزل بجوة أكرام إلي اللي تعاف فرد في تربة ايش خده لكن تعال إلى أمهم بأبي وأمي تنعى من مكان إلى مكان ما دري تروح في المدينة لو تروح إلى بغداد لو تروح إلى النجيف لو إلى كربلها بأبي وأمي رحمك الله يا دعبل يقول الأفاطم لو خلت الحسين مجدلاً وقد مات عطشاناً بشاط فراتي إذا لطمت الخياد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات لأبجي على أولادي لبايح يوم عاشوا وانا نصبت العسى لهم وساط الكبور وانسيت ظلع لي بصير الباب وأعظم علي ألينا عن ناعي على أحسن لا تحسبون للرضاء في طوسماجي وَلَا إِلَى بَغْدَاد مَا رُحْتُوا تَعَمَّ كِلْهُمْ عَلَيْهُمْ نَوَّحِيْتُ وَالْجَابْ شَكَّةُ وأعظم علي ألينا عن ناعي على أحسن أتنادي دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي شمالي وما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وأعظم علي ألينا عن ناعي على أحسن ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ آمَنَّا بِاللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ القرآن الكريم يعلم أتباعه في هذه الآية المباركة درساً قيماً جداً ويبين واحداً من أهم ومن أبرز مفاهيم التوحيد فيها إذ تقول هذه الآية لا يحق لأي مسلم طاعة إنسان آخر دون شرط أو قيد لماذا؟ لأن هذا الأمر يعد مساو لطاعته ولعبادته لعبادة غير الله ولطاعة غير الله عز وجل لذلك وجب أن تكون جميع الطاعات جميع العبادات مؤطرة في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى نعم يصح طاعة إنسان آخر متى ما كانت قوانين ذلك الإنسان متى ما كانت طرق ذلك الإنسان متى ما كانت قواعد ذلك الإنسان تقود إلى الله سبحانه وتعالى كيف وإذا كانت تلك الطرق وتلك الأمور وتلك السبول هي التي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعها ولن يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إلا عن طريقها بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع السبول فتفرق بكم عن سبيله يعني أكو طرق واجد هذا الطريق يودي للنار هذا الطريق يودي إلى التهلك هذا الطريق يودي بالإنسان في العسرة وهذا الطريق يودي إلى الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها أو ألهمها فجورها وتقواها الإنسان لديه طريقا والآية المباركة تقول وهديناه النجدين هذا طريق حق وهذا طريق باطل أنت تعرف شلون تروح إلى طريق الحق وعندك القابلية وتعرف تروح إلى طريق الباطل وعندك القابلية من خلال تقلب قلبك بين هذين الأمرين لذلك قد البعض يسأل يقول الحين نقف ونقرأ فألهمها أو ألهمها فجورها وتقواها التقوى يأتي من قبل الله عز وجل أمر مسلم لأنه منبع كل تقوى منشأ كل تقوى لكن وألهمها فجورها هل الله سبحانه وتعالى يضع الفجور في الإنسان والعياذ بالله أو فألهمها محصلة هل الفجور يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى ويوضع في الإنسان لا المراد ليس بهذا الأمر المراد أضرب لك مثلها الله نور السماوات والأرض النور هو منشأ كل شيء مصدر كل كمال مصدر كل شيء مصدر هذا العمران مصدر هذا الوجود إذا غاب النور تولد مكان ذلك الأمر الظلمة كذلك العدل هو الأساس العدل هو الموجود لكن في غياب العدل يتولد ماذا يتولد الفجور يتولد الظلم كذلك أيضا في غياب التقوى التقوى موجودة على الفطرة على الأساس لكن لتقلب قلب الإنسان ولقابليات الإنسان حينما يغيب ذلك الأمر يتولد مكانه الفجور الإنسان يعرف يروح إلى أي طريق وأمام هذين الطريقين وهو أمام نتيجة أنا إذا اخترت هذا الطريق لابد أن أعرف عن قناعة كاملة أن هذا الطريق سيودي به إلى النار وأي إنسان عاقل يسلك طريق النار ويسلك هذا الطريق ويذهب إلى عذاب الله عز وجل تعال إلى ذلك الرجل اللي ظلم نفسه يكفي بتعبير القرآن جنة يجا ووقف أمام البستان وشاف هذا البستان يحتوي على كل تلك الخضرة والمياه والتغاريد من العصافير اغتر بذلك الأمر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة تقائم بعد كفر بيوم القيامة وكفر بهذا الأمر بعد ما أظن تروح هذه الجنة لكن الله سبحانه وتعالى بعث على هذه الجنة ريحا ساوتها بالأرض وجعله عبرة بمن يريد أن يعتبر هذا الإنسان ظلم نفسه بهذا الاعتقاد كان بإمكانه أن يعتقد غير هذا الأمر وعند القابلية بأن يتبحث والقراءة الموجودة أمامه حتى يبني معتقد على أساس مقنع وعلى أساس دليل لكنه ماذا؟ ظلم نفسه باتباع هوى تعال إلى آية أخرى في سورة آل عمران الآية ثلاثة وثمانين بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون هذه الآية كأنما تريد أن تقول هؤلاء الناس هؤلاء الأشخاص أيريدون دينا غير دين الله سبحانه وتعالى وما دين الله سوى التسليم الكامل والتام للشرائع الإلهية التي جمعت بصورتها الكاملة في رسالة نبي الإسلام لذكره الصلوات اللهم صل على محمد لذلك لذلك هؤلاء الناس وهذه الكائنات وهذه المخلوقات يجب عليها أن تأتي طائعة إما بمشيئتها أو مكرهة على ذلك الأمر لأن بالمحصلة يجب أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى الآية المباركة في القرآن الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي لا تقول برح مكان غير لا تنقل بالسماء وفوق تحت أنت سوف تصل إلى ذلك المكان سوف تسأل سوف تحاسب على هذا الأمر لذلك تعالوا شوف إلى هؤلاء اليهود لعلهم هؤلاء اليهود ترى من بعضهم من يبحث ويستقصي وينظر إلى المذهب والمعتقد الصحيح وفق الرسالة التي هو يعتقد فيها لماذا؟ يقول أنا أريد أوصل إلى الطريق الصحيح اللي راح أدي بإلى الله سبحانه وتعالى لذلك شوف يبحث يتورع يتنسك يتعبد كل هذه الأمور من أجل أن ينجو وأن يصل إلى الله سبحانه وتعالى تعال إلى غيره من النصارى من المسيح المسيح يوجد لديهم ثلاثة وسبعين فرقة كما موجود عندنا يفترق أهل أمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة فرقة ناجية هم كذلك فرقة ناجية ترى هؤلاء أو بعضا منهم يبحث عن الفرقة الناجية يبحث عن المذهب الصحيح عن المعتقد الصحيح لماذا؟ في المحصلة يريد أن ينجي أن ينجو يريد أن يصل إلى المكان الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى تشوفه يتبحث يقرأ يذهب ويستقصي كل هذا الأمر من أجل الوصول إلى الأمر الصحيح هذا الإنسان اليهودي وهذا الإنسان النصراني إذا في المحصلة وصل إلى المذهب الصحيح والرسالة الصحيحة والفكر الصحيح لديه كأني بهذا الفكر حينما ترجع إلى القرآن الكريم يعبر ويعطي هذين المذهبين وهذين المعتقدين بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله لذلك أنت إذا بحثت أيها اليهودي عن المعتقد الصحيح والرسالة الصحيحة سوف تصل بالمحصلة إلى أن هناك آية تبشر وفق معتقدك الصحيح إلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك أنت أيها النصران إذا وصلت إلى المذهب الصحيح سوف ترى آية تبشر بأن في نهاية المطاف سوف يأتي خاتم للنبيين والمرسلين اتبعه وسر خلفه يعني في المحصلة هم ماذا يجب عليهم أن يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وآله لأن القرآن الكريم يقول إذا حصل عندك هذا المعتقد وهذه القناعة ماذا يقول يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من انت بحثت وصلت إلى أن في رسالتك في معتقدك أن هناك رسول في آخر الزمان وجب عليك أن تؤمن به أن تسير خلف نهجه إذا وصلت إلى هذه القناعة بعد وصلت الحجة إليك لا يجب عليك أو لا يجوز لك أن تتركه غير دين الإسلام وأن تعتقد به هذا الإنسان أصبح مسلما عن طريق اعتقال عن طريق تقصي هذا الإنسان لا خوف عليه لماذا؟ لأنه امتثال إلى ذلك الحديث الشريف الذي يقول التفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة هذا الإنسان طول هذه الفترة يتقصى يبحث يقرأ عن طريق عاقل عن طريق قناعة وصل إلى الإسلام وثبت إيمانه بالإسلام تثبيتاً عقلياً معتقداً به لو من يجي بعد على الأرض ويقول ابتعد عن هذا الأمر ما يبتعد هذا الإنسان المشكلة هو اليمن اللي أسلموا عن طريق فطرة فاتح عين في بيته ورأى أمه وأباه على طريق الإسلام على الطريقة الإسلامية هم هو كذلك قال أنا بعد مسلم فتح عين شاف الأم والأب الشيعة قال أنا بعد شيعي أو فتح عين على بيتهم شاف الأب والأم سني قال أنا بعد سني وإذا بك ترى على الصلاحنا هذه يبغل عليها شفاس ركبها يعني نقعد نحط الخطط نحط القواعد نحط هذه الأمور إذا رحنا إلى الإسلام من هذا الباب وأغلق ذلك الباب أكو عدنا خطة بديلة أكو خطة باء من خلالها نستطيع أن نتغلب على الإسلام وهلما جرها عمل دقوب ليل نهار من أجل الوقوف في وجه الإسلام يعني تفتكر هؤلاء لا يعرفون الحق مع من هؤلاء لا يعرفون أن الإسلام على حق أن فكرة أهل البيت على حق لا أقلة أن يقف الإنسان ويقرأ يبحث الإنسان أمو القرآن الكريم يقول اقرأ فعل أمر سابقا قبل فترة فقط شفت صورة أو قرأت مثل يقال بأن مصر تكب ولبنان يطبع والعراق يقرأ شايف هذا الخط كلها كل هذه الحضارة الإسلامية العظيمة التي ورثناها والتي وقفنا عندها ماذا تولد من خلالها تولد إلى أن هذا الأمر هذا من شديد الأسف أن هذا النوع من الطاعة بدون شرط بدون قيد اللي بدأنا به الآية المباركة خلق مسافة زمنية بين المسلمين وبين التعاليم الإسلامية لهذا الدستور الإسلامي المهم ماذا حل محل هذا الفراغ حلت الأصنام البشرية التي من خلالها تغلب المستعمر والمستثمر على الناس وتعال شوفها كانت سابقا الأمة الإسلامية جسد واحد إجت سايس بيكو قسمت إلينا المناطق إلى أجزاء عدل لولا والآن يراد إلى تقسيم الجزء إلى مجزة أكثر وأكثر هذا من أجل من؟ القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا لا قال الشيعة ولا قال السنة ولا قال الأباضية ولا قال الزيدية ولا غيرهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يبقى علينا إحنا نأتي ونبحث ما هو وحبل الله عز وجل شلون نوصل إليه شلون نروح إليه اقرأ عمي ثالث رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يقول لم نستطع أن نستعمر شعبا يقرأ لماذا؟ لأن حينما يقرأ الإنسان يشيل عنه غياه بالظلام والظلم وتتفتح إليه آفاق أنت ما تعرف تقرأ اسأل رح إلى صاحب المعرفة إلى صاحب العلم قف عند بابه واسأل ما طاب لك حتى يزال عنك ذلك الأمر الإمام الصالق سلام الله عليه يقول ليت الصياط على وين؟ على الظهر؟ لا على رؤوس أصحابي يتفقه في الدين أنت ما تعرف تقرأ لا أقل تتوجه إلى المأتم استفد لك كلمة كلمتين ما تعرف تقرأ ما استطعت أن تأتي إلى المسجد روح إلى المأتم روح إلى المسجد ما استطعت إلى معا ماكو حجة على الإنسان يقول والله أنا ما أدري أنا ما استطعت لا عمي وسائل التواصل الاجتماعية غازية لأمها شوف الإنسان يمشي في الشارع ورأسه مطقطئ للأرض لماذا؟ يستخدم تلفونه اطلع يروح إلى باب أحد العلماء إلى أحد المشايخ واسأل افتح التلفزيون وطالع اقرأ لا تقعد في غياه بالظلام والظلم لأن الناس أعداء ما جهلوا في الأخير بتقول ماذا؟ والله أنا ما أدري قل لك لا الحجة وقعت عليك سابقا ماكو هذه التواصل وسائل التواصل اجتماعي ولا تلفزيون ولا راديو ولا إنترنت ولا غير ذلك تلك الأمور لكن اللي عمل على محافظة المجتمع والحفاظ عليه ماذا؟ خصوصا مذهب أهل البيت منابر الحسين سلام الله عليه جيلا بعد جيل تصدح وهذه يجب أن نعض عليها بالأنامل لا تندثر هذه الأمور لن ابتعد عن هذه المنارات العالية والعظيمة من العلم وإلا يراد إلى هذه الأمور أن تزال يراد إلى هذه المعالم أن تذهب وهذا الذي عكف عليه المستعمر حادثت هدم قبور البقيع متى حدثت؟ خلنا نربطها حدثت في سنة 1926 ميلادية يعني بعد سقوط الدولة العثمانية اللي كانت القبور أساسا مبنية في زمانهم وهذه القبة الموجودة الخضراء للنبي صلى الله عليه وآله مبنية في ذلك الزمان ولم تتغير ولم تجدد ولم يضع فيها أي شيء يعني كانت خضرة ولا زالت خضرة حتى لون صبغ ما حطوا عليها أخضر إلى اليوم هذا لونها ما تغيرت زين هذه الأمور حدثت بعد واقعة الحرب العالمية الأولى وانتصار بريطانيا وفرنسا هذا المستعمر أقسم الدولة الإسلامية إلى أجزاء وإجت جماعات وأفكار تكفر الأطراف الأخرى إن لم تكن معي فأنت ضدي ماكو مناقشة ماكو واحد اثنين ماكو ألف بها لا يا أبيض يا أسود وهو اللي يقول هذا أحمر تقول لي لا هو أبيض واقعا هو أبيض يقول لا أحمر إذا تخالف هذا الأمر أنت كافر هذه الأفكار التي من خلالها يراد تهديم فكر أهل البيت سلام الله عليه مدارس أهل البيت سلام الله عليه واقعا هذه الآثار إنما تجعل للمسلمين يقفون في موقف العزة والإصرار والمتابعة والقوة على آثار السلف الذين مضوا يعني يوم من الأيام إذا وقف هذا الجيل أمام آثار لأهل البيت سلام الله عليهم أمام آثار للإسلام ماذا؟ يعتز بذلك الأمر يعني يعتزون بأهرامات مصر ويعتزون بتلك الحضارات لكن حضارات أهل البيت سلام الله عليهم مدارس أهل البيت مراقب أهل البيت سلام الله عليهم هذه الأمور تطمس تهدم لماذا؟ حتى ما يكون هناك ارتباط بين هذا الجيل وبين الجيل الذي مضى إخماد للنور بشكل ممنهج يريدون ليطفئوا واقعا القرآن بإيراده لهاتين اللفظتين سواء وضعتموا الخطط أم لم تضعوا الخطط لن تستطيعوا أن تخمدوا ذلك النور لذلك نسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه مولاي ما معنى النور؟ هذا النور ما معنى؟ هذا الحديث تلاقيه في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 115 يقول النور الذي يراد أن يطفأ ماذا؟ قال هي ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه قال والنور هي الإمامة وهو ما جاء في الآية الثامنة من سورة التغابون فآمنوا أو آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا النور هو الإمامة لذلك تشوفها بمجرد تروح إلى هذه المعالم تبغي توقف عندها ما تترك أن تقف عند ذلك المكان شرك كفر ما أدري ليش بعد تقف تريد أن تسلم على تلك القبور الأربعة الإمام الصادق الإمام الحسن زين العابدين الباقر فاطمة ابنة أسهد أم البنين سلام الله عليها كل تلك الأنوار والأقمار المنيرة تريد أن تقف عندها ترفع يدك من أجل السلام لا تستطيع وإذا بدموعك هي التي تزف ذلك السلام إليهم والواحد يقف بحسرة بشوق عند ذلك الحاجز ما يوصل إلى ذلك الأمر ما يوصل إلى ذلك المكان عجبها هذا الشاعر يورد في هذه القصيدة يقول أنا أروح إلى البقيع وأقف ما أستطيع أخذ راحتي لكن أروح إلى النجف أروح إلى بغداد أروح إلى مشهد أروح إلى كربلا اشوف الإنسان بمجرد أن يوصل عند باب تلك الحضرة ينكب عندها ويقبل ذلك الباب لكن في البقيع هيا سعين بمجرد سعين بمجرد ويقبل ذلك المطلع آخر لو دم تصب معذور من دون المشاهد ليش صارت وسبة مهجور تشوف الزاير محيار إذا وصل إلى الغرق ضرائح كلها مهدومة لا قب ولا مشهد بعد ما يقدر يوصيل إليها وحسرتين تشتيل وتظل بقلبها الحسر وأبد ما ينسها الصورة آخ يوالي على البقي عشلون صار بها الوضع أمرا حرام المحبي صلي وحرام عليه بس نظرا أم أربع وأمهم وديعة أحمد الزهر قضوا من هذا الزمن بالجار وبعدها الزمن جار قضوا من هذا الزمن بالجار وبعدها الزمن جار قضوا من هذا الزمن بالجار غالي ما حد وقف يمنعنا نلوذ بمشهد والي ضريحة مقصد الشيعة وعلى قلوب البشر التitating قضوا من هذا الزمن بالجار ورحنا كربلة لو شفنا نروح كربلة قليلها ورحنا كربة لو شفنا كرامة مشهد المذموح رغم الخوف والزوار تتعنى بعزم وتروح على شباشة تدري جموع من عاشق أمين مجروح يستاهل أبو السجاد خل العالم يزوره يستاهل أبو السجاد كل العالم يزوره ورحنا بعد لبغداد وشفنا القبتين شلون تصطع منتج الزوار وتطب بقلب محزون تذكر موسى بن جعفار مسموم بسجين هارون عنها الحزن كل يروح بس تتنفس عطوره عنها الحزن كل يروح بس تتنفس عطوره أرغم أرغم الهدم والأرهاب سامر إليها نزور بس نوصل الأعتاب بالحسرة نضل ندور ونقدم هداياني ونقدم إليها نذور وفي السرداب كل ننصيح يا ربي ما تظهر وفي السرداب كل ننصيح يا ربي ما تظهر بعد نروح إلى مشهدها من زارني على بعد مدايضة منتله الجنة ورحنا مشهد الضامن وشفنا روضة في طموس تصطع قبة بالنوار والهيبة شمس لشموس وضريحة كعبة الزوار بجوارة طيب انفوس ما حد يمنع الأحباب عنا الطوف والزورة ما حد يمنع الأحباب عنا الطوف والزورة لكن فرقت يا دهر الخناء عصبة الأمجاة طيب حوت لابة وبرض الطف لولة وبرض الغري منهم أم أسام الراء وبغداء ومرض في طووس وديت إلهنا مدرش جميت في دهركم يا حلل حتى رماكم بالبلاء وديت تشتي وش لك عليهم يا دهار حتى استوه مدرش جنويا حتى ما أخذ قضاء لا بلد إلا وفيها منهم ارموه ومنهم جماعة وبكربلاء ظلوا بلاء وما المصيبة مصيبة المدفون فيه يا نازحا في طووس حيا الله أخي يا الله اللهم إنا نسألك ونخسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمي وأخي والتسعة الماصومين من ذريته وبنيه إلا ما فرجت عنا يا الله اللهم يفك قيد كل أسير ورد كل غريب وشافي كل جريحا ومريض بحق مريضك أربلازين العابدين جماعة الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع وفقهم لمراضيك وجنبهم معاسيك واختم لنا وإياهم وأمواتنا وأمواتهم على ولاية محمد وآل محمد والفاتحة نديث وبالي أرواح المؤمنين والمؤمنات والمستمعين والجالسين نخص بها خدمة أبي عبد الله الحسين الفاتحة تسبقها الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر